نقول عالمي وزعيم سهرة نجوم وتعادل قاتل عالمي وزعيم وسهرة نجوم وتعادل قاتل تعادل عادل بكل تأكيد النصر عندما يكون بحضرة الهلال أو الهلال عندما يكون بحضرة النصر أيا كانت تأثير المباراة على سلم الترتيب خاصة عندما تكون ليست بخروج المغلوب بالتأكيد هي مهمة والكل يبحث عن نقاطها والكل يحاول أن يقدم كل ما لديه ويعني عبدالله على مدار التاريخ كثير من النجوم اللي وصلوا إلى فئة النجوم السوبرستار غالبا ما تتم ولادتهم من خلال يعني هذا الديربي الكبير والديربي العظيم واللي أنا أعتبره الديربي الأول على مستوى السعودية مع كل الحب والاحترام والتقدير اللي ديربي المنطقة الغربية بين الأهل والاتحاد شوط أول نصراوي بامتياز ظهرت فيه شمس النصر بكل أرجاع ملعب الأول بارك وقدم النصر شوط تاريخي استطاع لأول مرة لأول مرة كاسترو أن يصنع تنظيما في خط الدفاع دائما مشاكل النصر تظهر في خط الدفاع اللي ساعده على ذلك وجود حارس استعادة مستوى بعد الإصابة بقيمة الكولومبي وسبينا لكن علامة الاستفهام الكبيرة الدون ما أقدر أقول اليوم في الديربي خذل النصر لكنه كان بإمكانه أن ينهي المباراة من الشوط الأول وتيحت له رأسية في الدقيقة 23 أو 26 تقريبا ونفس الشيء في نهاية الشوط الأول ولم يكن الدون الدون اللي تعودناه الدون اللي احنا نتعوده إما أن يسجل أو يصنع أو يعمل الفارق الفني لمصلحة النصر اليوم الدون غائب تماماً عن جو المباراة ولم يظهر في جو المباراة وبالمناسبة لعب أمام ياسين بونو في كأس العالم أمام المغرب ولم يسجل في مرمى وتصدل أكثر من كورة ياسين يومها ولعب في أكثر من مباراة معه يمكن خمس مباريات في الدولة الأسباني مرة وحدة استطاع أن يسجل هاترك في مرمى ياسين بونو الشوق الأول وضح عبد الله أنه الهلاليين غير متقبلين أبداً إلى أن تكون الخسارة الأولى لهم في هذا الموسم أمام الغريم التقديدي وبالتالي وضح التوتر على لعيبة الهلال ومدرب الهلال واللي يدللك على ذلك كثرة البطاقات الصفراء اللي أخذوها أكثر من لعب هلالي يمكن أربع لعيبة هلاليين الشوق الأول دعنا نقول كاسترو هزم خسس الشوق الثاني تحول الحال لماذا؟ لأنه خسس دائماً لو ترجع لمعظم مباريات الهلال هذا الموسم دائماً ينتصر من الشوق الثاني دائماً يعود للمباراة من الشوق الثاني ويرجع لمعظم المباريات وتحديداً مع الفريق الاتحادي اللي قابلوا سبع مباريات إجمالاً رغم أنه الناس تقول سلمان الفرج انتهى وغير قادر على العطاء أنا أعتبر دخول سلمان الفرج ودخول ناصر الدوسري أوكي؟ هي اللي بدال كنو وبدال البريك هي اللي غيرت مجرى المباراة عموماً الهلال فريق عظيم صعب على أي فريق أن يهزم وشوف آخر حاجة بحضور النصر بهذا الشكل وبهذه القيمة الفنية عجز النصر حتى آخر دقيقة مع أنه يا عبدالله ترى لما يتسجل هدف في الدقيقة الأولى من الديربي ترى هذا يلخبط كل شيء حسابات اللاعبين حسابات المدربين مبروك الهلال التعادل لسبب واحد نبارك كل واحد أخذ شور وكل واحد سجل هدف لسبب واحد نبارك لأنه في طريقه إلى تحقيق إنجاز ثاني بعدم خسارة بعدم أي خسارة في الدوري ترجمة نانسي قنقر